وصفة النهاردة جميلة جدا للناس اللي عندها رؤوس سودة ورؤوس بيضة وعندها شعر في الوجه وكمان بشرتها دهنية جدا يقولك ان الوصفة النهاردة جميلة قوي 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 وكمان عن تجربة شخصية بصوا شكلها جميل جدا وكمان تعملوا ليوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم اول باول ويلا بينا نشوف الوصفة معنا اول حاجة هحتاج معايا نشا الدورة او كولن فلاور النشاة الدرق او كورن فلاور من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعالج المستامل واسعة وكمان بتمتص الدهون وكمان بتخلي البشرة صفية ومرتاحة كده وما بيبقاش فيها اي شوائب فخدت منها معلقة صغيرة من النشاة او الكورن فلاور وهاخد كمان معايا هنا بيكينج بودر او بيكاربونات السوديوم يعني بيكينج بودر اللي هي خامرة الحلويات او بيكاربونات السوديوم انا هنا هحتاج بيكاربونات السوديوم لانه قوي جدا في ازالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والدهون اللي بتبقى في البشرة وكمان بيزيل اصار الحبوب القديمة فخدت منها نص معلقة مليانة نص معلقة صغيرة مليانة من البيكاربونات السوديوم او زي ما قلتلك ما عندي كيش ده ممكن تحطي خامرة الحلويات او اللي هيور بيكينج بودر هنا هياخد معايا معلقة من الحليب تدرجيا حطيت اول حاجة معلقة وهبدأ ان انا اقلب لو حسيت ان هحتاج تاني فهحط كمان معلقة تمام كده فانا هنا هاتطر كمان اخد معلقة لانه ما تقلبش معايا كويس بكل سهولة فانا كده اخدت كمان معايا معلقة صغيرة يعني انا حطيت معلقتين من الحليب هبدأ اقلبهم كويس علشان المكونات التانية اللي جا حطها عليها تبدأ معايا انها تندمج مع بعضها وتبقى سهلة بصوا اتقلب معايا بكل سهولة عشان انا حطيت معلقتين لبن فانت بتحطي تدرجيا ما تحطيش معلقتين مرة واحدة حطي تدرجيا علشان تحسن الكوام مزبوط هنا هحتاج معايا جمان مية ورد لو انت بشرتك طبيعية ومش حساسة حطي نص لامونة ملاش مية الورد لو انت بشرتك حساسة حطي مية ورد ده للناس طبعا البشرتك حساسة او غير حساسة فتقدري ان انت تقرر تحطي ايه انا حطيت معلقة من مية الورد مية الورد من الحاجات الجاملة جدا اللي بتقلل المثام وكمان لو المثام مفتوحة بتبدأ انها تجبد المثام فحلوة جدا وياخد كمان معايا معلقة صغيرة من زيت الزتون علشان يرطب للبشرة لان المكونات اللي انا هحطها هتبدأ انها ممكن تشد البشرة لانها تمتص الدهون الزيادة اللي هي بتاعة البشرة الدهنية او تخليلي البشرة مجدودة فانا حطيت زيت الزتون علشان بس يبدأ يترطب للمنطقة هنا بقى معايا الجيلاتين الجيلاتين المطحون بتجيبيه من العطار في جيلاتين نباتي وجيلاتين حيواني الجيلاتين المتاح اللي انت هتقدر تجيبيه ده براحتك انت انا ما بعفش اتقرر بينهم او ان انا اقول ده ايه وده ايه بصراحة انا براح اقول العطار انا عايزة جيلاتين فبيديني جيلاتين مطحون ايه هو بقى بتبع ايه ما عرفش بصراحة عشان مش هقدر ان انا حدد بدا حطيت معايا معلقة اه من الجيلاتين ولو حاست انها هحتاج تاني هحط فانا حاست ان القوام لسه بصوا محتاج نص معلقة كمان نص معلقة يعني ممكن نقول بالتقريب معلقة مليانة من معلقة مليانة صغيرة من الجيلاتين تمام كده واقلبهم كويس اوي والخطوة دي مهمة جدا لما تيجي تحط الجيلاتين لازم تقلب كويس علشان خاطر المكونات كلها تدخل بقى مع بعضها خلاص كده الخطوة دي تمام هبدأ بقى اجيب معايا طبق وهحط فيه ميا مغلية الخطوة دي بردك مهمة جدا ميا مغلية زي ما انت شايفة كده شايفين الدخان يعني مغلية سخنة جدا وهبدأ ان انا احط الطبق التاني اللي انا كنت عاملة في الخلطة فوقي وهبدأ اغطي الطبق ده هسيبه لمدة عشر دقايق لحدا ما البخار كله يبدأ يدخل في طبق اللي هو الوصفة ويسيحلي الجيلاتين علشان اعرف استخدمه بقى معايا ازاي تمام كده انا هنا سيبتهم وهسيبهم عشر دقايق كده ويلا بينا نشوف بعد ما هنسبهم عشر دقايق بشكلهم ايه خلاص كده انا خلصت العشر دقايق بصتوا بقى اعمل ازاي شايفين القوان بتاعها ناعم جدا ان انا اقدر افرده على قدية بصوا شبه الكريم بالزبط تعالوا بقى مع بعض نجربها ونشوف القوان بتاعها انت تقدر اتفردها على وشك كله انا عمتنا اعملها الوشي يعني انا كمية دي انا عملها الوشي بس انا هعمل لكم حتة صغيرة على قدية علشان اوريك الفكرة وانت بتعمليها بقى برحتك يعني انت دي بتستخدم للوش ممكن تعمليها الرجلك ممكن تعمليها الرجبتك ممكن تعمليها لقديك اللي اتنين حلوة جدا لكن بقى ما ينفعش خالص للاماكن الحسسة ما تنفعش تماما يعني السويت اصلا بيقلم هنيجي نعملها وبشوف ناس كتير تقولك اه جيلاتين وتشيل المناطق الحسسة ما فيش الكلام ده مش هتستحملي اصلا ما تعملش الحركة دي انما دي للاماكن اللي هي تستحمل بلاش الاماكن الحسسة خالص لانها هتقلمك جدا تمام كده بصوا انا حطتها على قدية وهسيبها بقى من عشر دقيق لربع ساعة تنشف تماما وده مهم جدا هي بصوا نشفت معايا ومش قوي كمان يعني لسه طرية بس انا حاولت ان انا اه اورها لكم بقى عشان التصوير وكده فانا عايزة اوريكي بس الفكرة بصوا بتشيليها بتبقى كده بيشيل معاك بقى الشعر الصغير بيشيل معاك الرؤوس السودة الرؤوس البيضة بتزيل معاك الدهون بتنور البشرة حبوب قديمة كانت فيها علامات في البشرة مع الاستمرارية بيخفيها تماما لو انت عندك بقى بقى والتسبغات بيخفيها تماما مع الاستمرارية بصوا تحفى جدا عايزة اقولك سهلة وبسيطة وتغذي منها يعني بجد والله بشرة صفية هتغذي منها فعلا بشرة صفية بصوا بتتشيل بكل سهولة زي ما انت شايفة ازاي تحفى او تشايفين يا بنات بصوا وبتبقى بتخلي اديكي نعمة جدا جدا ولا بشرتك بقى ولا المكان اللي انت هتحطي فيه الوصفة هتخليها نعمة تحفى بصوا شايفين هي كمان لو نشفت معايا قوي هتبدأ تطلع معايا مرة واحدة او حتة واحدة انما انا عشان التصوير حابيت ان انا اوريكي الطريقة يعني بحاول ان انا اعملها لك عملي عشان تقدر تشوفيها انا كده خلاص هبدأ ان انا اروح اشلها وبعد كده ارجعلك اوريكم الوصفة التانية الجميلة جدا منها سكراب ومنها تفتح للبشرة ومنها حاجات كتير جدا بصوا الاول بعد الوصفة اللي احنا عملناها جميلة جدا يا بنات وبتخلي ايديك نعمة او بشرتك بتبقى صافية الوصفة التانية دي عبارة عن سكراب بعملها اول حاجة قبل الوصفة اللي احنا عملناها التانية معاكي ارز مطحون باخد معلقة ارز مطحون عادي او الرز المطحون بتاعنا بلطحنه في المطحنة وببدأ ان انا استخدمه كسكرابات للبشرة عايز اقول لك كمان لو ما عندي كش رز ممكن تستخدمي مكانه سكر السكر بتاعنا العادي واخد كمان معلقة نشا او الكلنفلور علشان يبقى معايا سكراب ومعايا تفتيح يعني يبقى اتنين في واحد زي ما بيقولوا ان انا استفاد منه كمسكراب وكمان كمسك وابدأ ااخد كمان معايا معلقة من مية الورد طبعا لو انت بشرتك مش حساسة ممكن تحط لامون والافضل يعني انت تحط لامون لسبب هيفتح معاك جدا وهيمتص الدهون الزيادة وكمان هيخلي البشرة لونها موحد فانا بفضل بصراحة اللمون بس انا استخدمت في الوصفة دي مية الورد اللي الناس لبشرتك حساسة بتستخدم مكانه مية الورد هنا بقى هياخد معايا جل صبار اي نوع جل صبار عندك ان كانت يعني زرعة عندك او ان انت مش ترياه من المستحضرات التجميل زي اللي انا جايبا دا فاي نوع جل صبار يستخدمي لو ما عندكيش جل صبار بتستخدمي اي نوع كريم مرتب اي نوع كريم مرتب يعني مش هتقف على حاجة وابدأ بقى ان انا قلبهم كويس جدا الوصفة دي بعملها اول حاجة قبل ما ابدأ الوصفة اللي احنا عملناها بتاعت الجيلاتين دي اول واحدة هبدأ بيها تمام بس انا حبيت اوريها لك اخر حاجة عشان انا هبدأ بقى ان انا اعمل الوصفة لنفسي الاسكراب دا بقى انا عمليه بصو الكون بتاعه حلو جدا وناعم جدا هعمل منه قدية لتنين وهعمل منه كمان للوجه وممكن بقى لو انت في الحمام ولا حاجة ممكن تعمليه تحت القبيطين بس تستبدل الرز بالسكر تمام بصو القوام بتاعها وبصو النعومة عايز اقولك انه تحفة جدا يعني انا بقى هبدأ ان انا اعمل ايديا لتنين زي ما قلتلكم بس انا عايزة اوريك القوام بصو بصو يا بنات هيزيل كمية حلوة جدا من الرؤوس السوداء ولو عندك دهون لو عندك حبوب لو عندك تسبغات بقع كلف نمش مع الاستمرارية في السكراب والوصفة بجد هتاخذي منها نتيجة روعة روعة في اسبوع واحد هتعمل الوصفة مرتين في الاسبوع وزي ما قلنا الوصفة بتسيبيها على الجسم من عشر دقائل وربع ساعة بالكتير يعني يوم ما تكتر معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة مش اكتر وببدأ ان انا اعمل الوصفة كده بضمير هتاخذي منها نتيجة حلولة لو الجد الوصفة بتاعتنا عجبتكم اسم ترتمعوا الوصفة بالكتور screaming بالمشهر